وبدت في شفاهها همهمات لعلي في بعضها إيصاء بمتوصين يا فاطمة قالت بيتيمين حسن وحسين وابنتين زينب وأم كلثو وبدت في شفاهها همهمات لعلي في بعضها إيصاء بيتيمين وابنتين ويا للأم نبض بقلبها الأبناء ووصايا نمت عن الهضم والعتبروتها من بعدها أسماء علي علي الله يحفظ أديبنا وأستاذنا وسلمه الله وشافاه إي علي يا علي أنا بضعة محمد والأذاني بالأذى آذا اللي يأذي فاطمة يأذي رسول الله أنا بضعة محمد والأذاني بالأذى آذا أنا الروح اللي ذي بصدره ونور الناظر بعينها أنا بالآية الكوثر وبالتأويل أنا معناه وكل من بالحشر خصمي من حر اللضويلة علي يا علي كل ما زادت آلامي علي صاحة أطفالي كل ما زادت آلامي علي صاحة أطفالي يمرمرني دمع زينب تجي وتصيح قبالي وتجرحني دموع حسين وتجرحني دموع حسين وانسب دمعة حالي كل ما زادت آلامي علي صاحة أطفالي يمرمرني دمع زينب تجي وتصيح قبالي وتجرحني دموع حسين وانسب دمعة حالي وإذا صاح الحسن يما وين جدنا الغالي علي يا علي أبا وصي يا علي وحق عليك اليوم تسمعني أبا وصي يا علي وحق عليك اليوم تسمعني إذا فاضت يا أبو الحسنين روح تلتغسلني وبفاضل حنوط النور حبيب الله تحنطني وببردة رسول الله يا أبو الحسنين شفني علي يا علي يا علي يا علي يا حيدر من تغيب الروح بالظلمة واريني يا حيدر من تغيب الروح بالظلمة واريني ما ريدا سقيفتهم يحضروني ويشيعوني ليش سيدتي قالت هضموني هضموني وعن حقي من المختار من عوني آذوني وردوني بذل ودمعة عيوني الله يرحم اللعطية بلسان حال أمير المؤمنين يخاطب الزهرى فاطمة قل هجزايد عليك اليوم يا زهرى تلوجين بطلي ونين اجذاب قلبي لا توني يا أمي الحسن بطلي الوانين وجاء وبيني شوفي أولادك بالبواجم ذوبيني صاحت يا حيدر فرقوا بينك وبيني بوداعة الله مسافرة عندك يا أبو حسين من هالمرض ما شوف يا حيدر سلام تزوج عقوب عيني يا أبو حسين بأمام بس هالله هالله عقوب عيني بها اليتامة سكن خواطرهم ونشف دمعة العين علي واجمع أصحابك عقوب موتي وجهزوني وطلعوا الجنازة بليل خفيه واتفنوني والاكسر وضلعي وبالباب صروني لا يحضرون جنازتي يمشي يدي ما قصراو يا مرتضاه رضاو اضلوعي لليوم من ضرب الرجيس ما سكن روعي وبعدي على المختار ما نشفتي دموعي طبل ولطمني فوق خد ومحجر العين قال هالوصي الممدو بالسبع المثاني انت يا زهراء والنبي كنت أركاني وهسن هدم يا ام الحسان ركني الثاني جدد علي الحزين يا ست النساوي خبري أبوتي المصطفى بلي جرى وصار من كسر ضلعي والضرب والجزل والنار خبري عن حالي وخبري بهجمة الدار وبلغي سلام المصطفى خیر النبي اشتركوا في القناة